من الشهادات التي يحفظها أبناء الأرض المحتلة حول بطولة نشام الجيش العربي هذه التضحيات التي تظهر في كل عام مع أي مناسبة وطنية أردنية يحتفل فيها الفلسطينيون تقديرا لعطاء رئة وطنهم الثانية كما يعرف الأردن دوما في نابلس مثلا يحيي أبناء المدينة في السابع من حزيران من كل عام ضريح الشهيد صالح شويعر بطل موقعة الدبابات في منطقة وادي التفاح حيث دفن الفلسطينيون رفاة الشهيد ورفاقه ممن أذاقوا مدرعات الاحتلال المر قبل ارتقائهم هذا المكان نعتبره رمز للمعركة ورمز للجيش الأردني ودفاع عن فلسطين ودفاع عن نابلس دخل الجيش الإسرائيلي ووصل لهون معركة استمرت حوالي خمس ساعات أبهاشم قاوم للمهاية سبع آليات دمرت بالكامل من قبل مدرعات الجيش الأردني أنا بشاهد عيان وأحلف على ذلك في فلسطين تعانق دم أبناء الأرض المحتلة مع أشقائهم من نشام الجيش العربي تماما كما تعانق تال أسلحة في مختلف أنحاء فلسطين التاريخية وتوج الأمر بنصر الكرامة رفاق السلاح من فدائي فلسطين يستذكرون بطولة الأشقاء في المعركة التي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر التي كان يطلقها جيش الاحتلال على نفسه معاركة الكرامة الذي استشهد فيها ما يزيد على مئة عسكري أردني وتقريبا مثلهم من الفلسطينيين الذين قاتلوا بعد عزيمة لم يمضر عليها ستة شهر شوف كيف هذه العزيمة التي تولدت إذن هذه نتيجة إصرار وعقيدة راسخة لدى كل الأردنيين لأن فلسطين قضيتهم كل التحية لشعبنا وحكومة الأردن وجلالة الملك صاحب المواقف القومية وصاحب المواقف الصلبة والكل هنا بالشعب الفلسطيني يذكر تصريحه الأخير ومساندته للأردن تاريخ مجيد وتاريخ مشترك في فلسطين التقدير الفلسطيني لبطولات نشام الجيش العربي خصوصا باحتفائهم بتضحيات شهداء القوات المسلحة الأردنية هو ذات التقدير لمواقف الأردن المساندة دوما لفلسطين ونضالها سواء فيما يتعلق بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني أو حتى المواقف الشعبية تبقى الأردن حاضرة في كل الأحاديث الوطنية الفلسطينية بكونها سند الشقيق لشقيقه المكلوم بالاحتلال والرئة التي يتنفس منها الفلسطينيون هواء الحرية إلى العالم من مدينة رمالا المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا